طيب كابتن حشيش هنتكلم عن كأس دوري أبطال إفريقي دوري أبطال إفريقي الرجل من هاردة الحمد لله بالمناسبة فريق يعني من 3 دقائية 4 دقائية وصلوا بالسلامة حمد لله على سلامة فريقنا سيظل هذا الفريق هو فريق بطل وحنفضل كلنا في ظهره وحنفضل مساندين ليه وحنفضل داعمين ليه زي كل جمهور نادي الأهلي أو معظم جمهور نادي الأهلي حيعمل هذا الأمر لأنه الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا أن الرجل سيدي لهم كابتن مرسيل كولر 48 ساعة راحة ثم بعد العودة من الراحة يبدأ التدريبات والاستعدادات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأولى المباريات إن شاء الله يوم السبت القدم 18 فبراير مع الهلال السوداني في السودان الساعة 3 ظهر وبالتالي يومين راحة أفتكر أن بعد 11 يوم و4 متشاط في 11 يوم أعتقد أن مناسب جدا أنت تديهم يومين راحة ما يقدرش يدي أكتر من كده طبعا لأن الوقت دايق قوي أتكلم عن النهاردة الحد حدي 2 و3 ويبدأ الأربع عشان تلحق كمان تتعالج بعض الأخطاء اللي كان موجودة وتشوف أنت هتلعب إزاي المباراة اللي جاية خاصة أن أول مباراة برا أرضك مع فريق صعب الهلال السوداني خاصة لنا المباراة الأولى خاصة لنا المباراة الأولى وديربي ديربي كمان أنا فرقت على المباراة على فكرة فريق جيد لا لا فريق كويس وعلى أرضه بيبقى صعب وانت كمان جاي بطل انت جاي صحيح ممثل القارة في أفريقيا ما طبعا مع الوداد فانت راجع من معطرة كبيرة الناس برضو منتظرة والناس يعني مهتمة جدا بالمطش هناك طبعا وحاسين أن الناد الأهل جاي لهم كالعادة الناد الأهل ما بيروح أي حتة سواء هنا أو برا بيبقى فيه اهتمام غير عادي من الفريق اللي بيقابله في الاستعداد وكده مباراة الأولين دي بتبقى صعبة جدا جدا وهي خارج أرضك تجيب فيها نتيجة كويسة تظهر برضو شخصية الناد الأهل اللي انت أظهرتها تخرج من الكلام اللي تقال بقى انت أصلا اتغلبت وعملت وكلام من ده لا أنا دي حاجة تاني خلاص أنا قفلت الصفحة قفلت الصفحة خلاص بتاع كاس عالم الأندية واتكلم على بطولك اللي جاية اللي ان شاء الله بإذن الله من أول مباراة ببقى حاطت في دماغي أن أنا أبقى بطل النسخة دي عشان أوصل كاس عالم الأندية بعد كده لأن أنا يعني خلاص أنا وصلت لمرحلة أن أنا مش عايز أروح بس كاس عالم الأندية لا دي أنا عايز بقى أروح حق مركز ووصل لنهاي لأن حسينا من خلال المباراة اللي فاتت أنه مش بايد كل شيء جايز مش بايد خالص يعني بما أننا بنقفل بقى هذه الصفحة صفحة كاس العالم ونبتدي بقى نفكر في ما هو قادم ومع اعتذار محمد شريف لجمهور لكل جمهور النادي الأهلي الحقيقة برضو كابتن دايما المباراة الأولى بتبقى مباراة صعبة جدا صحيح صحيح زي ما حضرتك تفضلت وقلت ولكن خصوصا بقى لما تبقى أولى المباراة تلعبت وانت ملعبتش اه طبع اه طبع وسان داونز لعب المباراة الأولى وهو منافسك مع الهلال مع تقليدي في المنافسة على هذه المجموعة على قمة هذه المجموعة فبالنسبة لك أنت موقف صعب برضو بسهل صحيح هتروح تلعب الهلال بقيمة الهلال واسم الكبير للهلال وجمهورية الهلال في السودان اما بتبقى متأخر شايفها ازاي اما بتبقى متأخر والناس لعبت قابلك وبتاع فانت مطالب ان انت تحقق نتيجة كويسة عشان النادي الاهلي لازم يتصدر صحيح وبعدين لازم نرضو اي مباراة او اي سيناريوهات حصلت قبل كده في بطولات و لو افتكرنا كمان البطولات قبل كده بيبقى فيه عصلة جشوية في البدايات في بطولة افريقيا وفي دور المجموعات بتبقى فيه عدم توفيق في المباراة الاولانية بتخليك تقعد تحسب حسابات قبل دور المجموعات وما يخلص احنا عايزين المباراة دي لان المباراة دي مفتاح لان شاء الله الصعود باذن الله انك مباراة مع فرقة برضو بتنافس مع سانداونز والقوتن الكاميروني التلاتة الحية مجموعة صعبة يعني فانت ما تبتدي مع فرقة بره ارضها وتكسب تاخد التلاتة بونت ده بيديك دفعة لبعد كده ترجمة نانسي قنقر